هتكلم في كذا حاجة الحقيقة الحاجة الأولانية اللي عايزة تكلم فيها وهي الثقة بالنفس فيه فرق كبير قوي بين ان الواحد يبقى شاطر فيه فرق بين ان الواحد يبقى واثق من نفسه فيه فرق بين ان الثقة بالنفس توصل لانه يبقى حاسس ان هو احسن روحت في الدنيا ويقدر يعمل كل حاجة وان فيش حد يقدر يقف قدامه وحاجات كده للأسف الشديد انها مراحل يعني للأسف الشديد ان الواحد ينجح فيثق في نفسه ثق بالنفس لو النجاح ده استمر مدة طويلة بتؤدي لان الواحد يحس ان هو حاجة انه لا يقهر وان النجاح ده مش رايح في اي حتة وده غلط لو واحد عنده موهبة والموهبة دي مقدرها جدا ييجي يستعملها فيفرط في استعمالها او يتعامل معها باستهزاء فتتقلب ضده زي بالزبط ما كنا استضافنا قبل كده ممكن تحاولوا تجيبولي الفقرة زي الراجل اللي هو كنا بنحط الشنيور في دماغه وما بيحصل لوش حاجة انا مكنش بصدق يعني 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 ماسك الشنيور وحطه في دماغه وبزق جدا 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 شنيور مش مش اي حاجة وقعدت فكر بعد دي هل هي موهبة يعني هل هي موهبة مثلا ان هناك مثلا طريقة معينة هم بيخلوا مثلا دماغهم تبقى مصفحة ما يدخلهاش حاجة بيتحكموا بشكل ما في دماغهم هل فعلا ربنا مديهم موهبة عدم الاحساس او جسمهم غير مخترق زي ما قالك اصل الرصاص بيجي فيا وما بيعملش حاجة لا الحياة فرعون ده كان بالنسبة لي حاجة مش طبيعية خالص يعني مين دكتور في الدنيا او طبيب يقدر يفسرلي ان انا اخد شنيور وافضل اعمل في دماغ واحد وما حصلوش حاجة وورينا كده مفكر الناس طب خلاص خلاص بلها عليكي وكياتي ما تطبي يا ربا اقول دي خلاص والله اضغط جامع خلاص والله هضغط دي عندك صحة؟ تم صمم تسجئ ماش ها؟ عندي صحة في اكتر من كده دوش شعرتي دوش انا بضغط ازاي بضغط ازاي بضغط خلاص خلاص دوسي دوسي احمر ايه شرعون ماشاء الله علي ماشاء الله بقولك ايه مش بحذر والله العظيم ايه؟ طب والله العظيم بقى خش ايه خش يعمل ايه؟ عاز واحد خارج يضربني بالشنيور عشان ايو اضربي دي حمرت طبقنا الناحة الثانية عايزة طب هنا اهو 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 يمكن هيا زي ما بتقول الناس فيه جن هنا طب اضربة هنا لا انا ما قلتش فيه جن دا ما انت اللي بتقولي طيب لا انا بقول انت مش 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 بدي ادم طب مش بدي ادم بصوا بصوا الدكاترة اي حد يقولي انا بحط الشنيورة اهو وبدوس اهو دوسي جامل بالله عليك لدوسي جامل دوسي يا رهام جامل دوسي جامل قوي انا مش حاسس بحاجة اقسم بالله انت ما انت عايز تحس بايه مش حاسس بحاجة ازاي طب بقولك ايه انا عايز ابرك طب هاتي هنا في الاقل اخلي هاتي هنا بس كده طب هاتي اقولك لا عايز اواري الناس بس نفسي بس كتي نفسي كل حالة بتاعني افطو ايوها 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 خرم ايوها وراسك ما تخرمتش ما تتخرمش ابدا طب احنا ازاي مش بنستغلك تعال تقولي يا عايز امثل تمثل ايه ده انت ممكن تعمل حالات جاملة جدا اعني بس والله والله يزد روح الجيش والله انا بقولي انا عايز اروح الجيش انا بقولك يا ركي جيبي تصريح بدار برصاص علي واطلع معك في صحرق اي مكان رصاص ايه رصاص ايه ده ده عشان ما عالفتش هصور برصاص ده البديل بتاع رصاص ده لأ عادي ما اخمت ربك بالنار كده عادي انا اطمين اخنا لما بتتخنق مخن كنت حامل في التاسع كنت هولد لا 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 حاجة ما شفتش زيها مهم يعني جمع الوليه هناك النسخة الصعيدية من فرعون بيسموه شمشون العرب فروحنا لشمشون العرب الحقيقة شفت يعني برضو حاجات صعبة قوي تحصلوا لكن ففقرة من الفقرات قال لي انا يا خالي عربية تدوس علي انت خرابي سي راح حطن له مطلع حديد كده وقال العربية هتدوس عليه طبعا الحاجات دي لما تتعمل لازم يبقى الراجل اللي بيراكب العربية دي مدرب على انه يعمل ده واكيد في منطقة معينة ممكن يدوس عليها العجل منطقة لأ مش قادر اقولكو حصل ايه لما العربية طلعت فوقيه وهو تزيز ثقة بالنفس اللي انا ما بحبهاش اللي كتممكن فعلا تضيعه وتموته تانشف تقريمي تانشف تقريمي تانشف تقريمي اشتركوا في القناة 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 وانا عرف ناس تكون لحمة ناية زي اللبنانيين مثلا وكذا كانت فراخ ناية دي صعبة ايوة تاني اسألك انت ممكن تبقى قاعد في البيت لوحدك كده تقول لهم عايزة يكون لحمة ناية معايا حضرتك انا نسوان الله اكبر يعني عارفين ومهتمين بيا صعب صدقة اكبر متتتساف اه rappelle عايا حمل اللهم اربع اتساف اول مبالغ مانね قالت لي أنا معي نسوين تمام قالت لي أنا معي نسوين تمام ما أنا لها قتلك لو متجوز أربعة أنا لها موتك قولي بقى متجوز كام متجوز كام هو واحدة واحدة بس ها؟ كام واحدة أربعة أربعة صح لا تلاتة يا على فكرة أنت هنا أربعة؟ متجوز أربعة؟ ولا ثلاثة زي ما بيقول بأمانة أنا بحبك وأعزك ماشي أنا مالي أنا مالي أنا بسأل سؤال عابر والله ما كدك والله ما كدك خلينا عيش معاك ما هو أنت مش نجبار في كل حاجة في الشباب قولت بمكاوز واحد لا قول بس كم؟ كم؟ أربعة؟ تلاتة ولا أربعة؟ تلاتة ولا أربعة؟ انت صعيدي وما تخافش هتخافها هتخاف من ستات؟ لا من ستات أخاف سعلمتهم أنا احترمك بس هم هم عارفين كلهم أكيد مين؟ هم أكيد مرطاة كلهم عارفين أه؟ لا كم؟ مش اتنين؟ اللحمة والفراغة ما تقولش اتنين؟ والله العظيمين تعرف من تلاتة سنين كل حاجة هم؟ متجاوز كم؟ متجاوز كم؟ مش حام يعني متجاوز كم؟ لا عايز أعرف متجاوز بس كم؟ خطيرة مش هتنازل عن رقم الزواج كامسة طلق ليه؟ وطلق ليه؟ نحنا نتجاوز ثاني نطلق ليه؟ لا ما تقوليش انك هتاكلوا ناين؟ لا ده بص أول حد هيصور معاك يا أستاذة واتحد أي حد اللي هيعمل معاك أنا أنا بعز وبحترم وبنت بلد وأصيلة وقلت ساعة مانتي كنت متوقفة كنت أنا بدفع عنك في أحمد سعيد بتاع حبيب الهام سعيد أو من أحباء الهام سعيد فامة عارف عمود وقع فالحمد لله يا أستاذ بص يا أستاذ يا أستاذ عمود وقع بص بص عمود النار وقع فوق زيزه بس عشامش عندنا عشامشون الجبارة هنا برضو لمصرروش حاجة عشان تعرف ان هنا عندنا مواهب في البرنامي ده صحي؟ لا والله العظيم؟ ليه؟ ليه صحي؟ ليه؟ 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 حرام؟ حرام؟ ده أره؟ ده أره؟ ده أره؟ اللهوه انت غرقت حساسي هايش معاي انت غرقت شكو انت صال على النبى الله وقت صال لا! 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 انظر! هناك الناس يأكل سمك ناية اللي هو السوشي والساشيمي ولكن مش بدمها! لا! لا! اصلا! لا! اصلا! أنا بأكل سمك ناية لكن مش بدمه! لا! لا! لدينا! صباح! يا الله! يا صباح! هل أين جاءك؟ لا، لا! الأمر اللي بأقولك الحاجاتي كلها برضو ما ردتش علي انت اكتشفتها ازاي؟ هكذا؟ كيف لم عجلتش؟ همني عشية؟ بقول لك إيه برضو مرضتش علي اكتشفت إزي أنك تقدر تأكل مثلا سمكناية أو أخرتنا أنا أكل ضب كنت جايب إلى حضرتك ضب ايوه اكتشفت ازاي يعني قولي يوم اكتشفت ايه اما اقولك من انا مصغيرة ايه رقيتها كده رحت واكلها اه اا اكل اي حاجة اكل اي حاجة افاجلك بحاجة انت بتاعت مفاجئات ده كبت ايه طبعا نزيفكم وما يتكلش ايوه انت مش يعني انت مستمتع ولا بتعملها موهبة اه انت حابب الموضوع حابب الموضوع لأ مش قصي يعني انت بتاكلوا عشان ده موهبة عندك الفارقة ولا انت بتحب تعمون لا موهبة موهبة لا بتحبش تعموا يعني لا بحب تعموا واكلوا لو ما حبتوا تعم واكلوا ليه يعني ممكن تاكلوا وجبة ممكن اكلوا وجبة سبحان الله انا كنت اكل الكزاس ده يوم قد تعالى ستلكل بسنان ايه؟ راحت من شد العربيات والبتاع فبخلع دلوقت هركبطات مزرعة بجين ثلاثة هخلوهم بابده هركبطات كيف الإزازة ازاي وريني؟ طب نشوف حاجة ها؟ بس هجلع هجلع ايه؟ هجلع احنا بخاف الله عزيز صوته السلام تحية الاسطاد الرأس عاية تحية ليك انت بقى والأهل السعيد حقيقة مش قادر تصدق اصلا لا قبل مدلع منت هتلبس تاني منت هتلبس تاني اصدقل احشان اه اصدقل احشان اصدقل احشان اصدقل احشان اشتركوا في القناة 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 زي كله؟ زي الناس؟ زي كل الناس كله؟ أقولك إن أكيد 16 سنة غير 47 و 40 سنة؟ أكيد؟ صح يا لا، مواقع على فكرة عارف يا لو لما خربت الدنيا هنا والدنيا كلها تلمت عليك لسه كان فيها عربية بعد حد عليها ما أنا عايز أشوف ماشي نروح مكان تاني ولا يبدأ؟ نروح مكان فاضي ماشي، نروح اللي بيننا عندنا عند الجامعة همين؟ ماشي، ما تقولش للناس ماشي، ما تقولش للناس إن إحنا راحين خالص تريك كده وحاجم ويتشام بعرانية ويبيني بالتكرت دي إيه بقى؟ دي أنا عشان الخاطرة حضرتك يعني شايف المجارس دي يا أستاذا؟ المجارس دي بتاع التنديد أقسل 20 سنة أم جد؟ أم جدت؟ أم جدت؟ ما، أم جدت؟ ٍ هل ما سترى؟ انتوا شايفين؟ شايف سنة لـ ها؟ شايف سنة لبي تعمل إزاي؟ فضل ده يا تامل بي ايه تامل بي ايه هيغم علي يا تامل ايه اه هادلخ للمجرس ده لا بجد لا هده خده كيع وخل الاتنينك في البقاء خلو فين في خدك وليه تحية وين ليك انا عايزة وتنزل دم اوه اعلم انا مش هبص يلا انا عايزة تنزل دراقم انا عايزة تنزل دراقم انا عايزة تنزل دراقم ازاي ما تنزلش الامة تعالى? الله اكبر وانا قلتلك واجب لك تحية لك يا استاذ ينفع في اي حتة ولا لازم الحتتين دول? لا لا خلاص خلاص. لا ارش الربنا يخليك. لا نزلت دم استنى. يعني يا ربي. ما تتوجعش. ده ديك كمان ازاي عشان 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 بلهوة يا عارفوا لو احنا مرتاحين. لا تنزلش ده. لا. اول مرة تحصلتين. بس بك احنا بقى. عايزين نشوف العربي. شوفت العربية دي حضرتك. هتعد علي. هتعد عليك يعني ايه? انام. بتخافش تموت انت? فداك. لا با. اه فايقولك ريام سعيد. تسببت في وفاة شامشو مصاين. لا شامشو العرب برو. شامشو العرب. اه. اه. قولي لي اعمل اي حاجة من عندك انتي. اه. لا احكيلي. يعني دي اكتشفتها ازاي. هلا. هقولك. هقولك حاجة. انا دلوقت عشان اجرب حاجة. ممكن تروح يعني اتموتني. اه. اه. انت بقى التجربة زي جبتها منين وعرفت مش يحصل لك حاجة. اما تجربت ولا عدت علي عربيات جبتها. اول مرة? والله ايه العظيم اول مرة وبيت ربنا ده. اول مرة. لا بس واسف. لو ايه احساس. انا نحس. يا الله اكبر عليك ايه يا عام. منشطات العناوين هتبقى صعبة. لا 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 لا. اول مرة بجان. والله العظيم اول مرة ولا لا عملت المعاجن تاني فيه حاجات كانت اول مرة. اه. اول مرة وانت واصف. اول مرة يا عدي. وبعد دي هنشوفه نعد عربية تاني. ماذا؟ أنا ليش دعوة أنا ليش دعوة ليش دعوة والله أصلاً عندي عائل صغيرة أيضا ربي موسيقى والمطلع ده عشان ايه؟ ده بس عشان يطلع عشان لو من غير ديه هيزنب مش هيطلع هيزنب لكن هو كده كل عجل هيبجى هنا أنت عشبه كل حال لن أشوف لن أشوف لن أشوف أيام صودة وقفة فين؟ لازم ما بقى وقفة فين؟ لتزنق بحتيها ولا حصل إيه؟ ها؟ اتزنق 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 موسيقى 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 أكيد 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 لو بيشوفني أطفال كل اللي اتعمل ده ماينفعش حد يجربه خالص لأنه هيموت ماينفعش حد يجربه لأنه هيموت هو نفسه يعني أنا قاعدة أقول له راضي صور 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 لأن الراجل يعني اللي حصل إن الحديدة لو ترجع علينا الفيديو ده الحديدة اللي بيطلع عليها العجلة التانية اتنطرت على اليمين فما بقاش فيه مطلع تطلع عليه العربية فراجل تزنق جوه طبعا هو لو كان حصل له حاجة احنا كنا نسيب الكاميرات وكل حاجة ونجري لكن احنا شايفين ان هو مش حصل له حاجة بس مش عارفين يطلعوه وارينا كده لما الحديدة اه اتنطرت بصوا 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 جي في الطلعة التانية خلاص عدة جي في الطلعة التانية الحديدة التانت وقعت ومعرفتش عربية تطلع على ايه ولو طلعت طبعا على ضلوع وكده من غير المطلع الحديدة طبعا كان هيموت ليه بقول لكم كده عشان الواحد يخلي باله قوي 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 من الحاجات اللي بيعملها على فكرة التقرير ده مثل الحياة احنا بنخش بسدرينا قوي في الحاجة وبنتخيل ان احنا عندنا سقب النفس رهيبة وممكن الحاجة تمشي غلط يعيز اقول لكم ان اللي بتفرج على القنوات بتاعت ناشنال جيوغرافيك وانم البلانت والحاجات دي اللي هي القنوات اللي بتجيب حيوانات بس بتاعت برد دي كان فيه واحد مشهور قوي 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 اسمه ستيف ستيف ده كان بيعمل كل حاجة مع الحيوانات مع القسود مع السمك تلاقيه يعايم ومسك القرش من الحتة اللي طلع منه دي منخياشينه ومش عارف اعمل ايه عمل حاجات عجيبة وما بيخافش ويدحك ويهزر ويحط رأسه جوه الاسد ويعمل مش عارف ايه وبتاع وعمل مئات الافلام التسجيلية اللي بجد يعني متخيلة جدا انها فادت كل الناس علميا عند الحيوانات وجيه في يوم الايام سمكة قد كده بالصبت بقولوكو كان بيمشي بالقرش وبي مش عارف ايه ويستد ايه اللي مش عارف سنها مش عارف شرة جت سمكة قد كده بتضخ سم ولا ليها مش عارفة بوز كده بتدخل ببوزها تسمم الانسان في ثانية بيقدم تحت المية ونازل تحت المية وبيقول مش عارف ايه وبتاع وجت السمكة اللي قد كده دي راحت مات ستيف في لحظة نفس اللي بيحصل لنا في حياتنا بتخش بصدرك جدا وانت حاسس وواثق بالنفسك اللي مفيش حاجة فوقيك ولا اقوى منك ولا هتقدر تسيجي جنبك منكتر الثقة بالنفس دي اللي ممكن تخليك تأذي حد او ممكن تخليك تفتري على حد او ممكن تخليك تفتري على نفسك انت شخصيا بان انت بتفكر دايما انك لا تقهر بتلاقي ان مش دي حقيقة دا مثل مين قولولي اسم كده مهما كان عظيم وكبير وووو دا مثل مين مفيش حتى الفنانين الكبار بيموتوا بيسبونا وبيرحلوا بنفتكرهم في افلامنا بس ما بنصحاش طول النهار ولا يل يعني نقول فلان مات يا خسار فالواحد يبقى عنده ثقة بنفسه وعزة نفسه ويؤمن جدا بقدراته بس بلاش فكرة انا اقدر اعمل كل حاجة وقدر استحمل كل حاجة وما حدش يقدر يوقف جنبي وما نشوف مين اللي في الاخر هينتصر بلايش لقينا نداء على الفيسبوك بتاعوا نسمعوا مع بعض ت Yemen تشوفني على الباج نا جيت شابنا لانت عيب نا بيبتش روحنا شفناها روحنا شفناها وبخاف قوي يعني ليه 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 بربط الحاجتين ببعض نسيت دي في يوم الايام كانت عفية وكانت بتخدم في البيوت ودي حاجة تشرفها وكانت بتجري على ابنها وتمسح سلالم وا 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 ودي الوقت قاعدة تحت السلم مش عارفة تتحرك مش عارفة تتحرك ويعني ما عرفش ولكن انا لما شفتها وجها لواجه اديتها مثلا خمسة وتمانين سنة او فوق التمانين سنة ساعات لما ربنا بيطول في عمرك زيادة عن لزوم او يقولك اديك طولة العمر مش بتبقى دايما نصيفة طولة العمر لو طولة العمر بصحتك تمام لكن طولة العمر بالطريقة اللي احنا هنشوفها تدي اكيد لا هي نادتلي وانا بناديكو وانكو تساعدوها بأسرح وقت وهستانى تليفونتك لو احد استجاب لطلبها تعاوا نشوف مع بعض شكرا به 23 قطار شكراه التصوير تعاوا نشوفة شكراه Senate موسيقى موسيقى بعد ما شفت الفيديو ده على الفيسبوك كان لازم ندور عليها وكان لازم نعرف هي فين مش عشان استنجدت بي او قيلت اسمي بس المنظر في الفيديو كان يدايق واكيد في الحقيقة يدايق اكتر ليست كبيرة في السنة تبقى قاعدة في مكان دايق زي ده بتتصرخ وبتستنجد بينا فين ولدها؟ وفين اهلها؟ وعيش ازاي؟ موسيقى موسيقى البيب. ما دي القوضة لها جوة. انا بتفتحة. ازيك? املا ايه? كويزة? اخبارك ايه? معلش جاين لك بتاخر. انت شايفي ردي القوضة دي? ايه? انت حجة انت قاعدة هنا لوحدك ليه? اه اجب مين? فين ولادك? ما عندش علواد واحد. علش علواد واحد واللي بيحطف علي بيحطف علي. اللي عارفنا بيجيني. اللي عارفني بيجيني. عندك خط بعضه. انتش غريبة يعني. متجوز ومرضه بيش. مش ايه? ميرض يعني. مضيقه. خط بعضه بيش. عوضة مساريب. وعوضة شقة. بقالي هنا انت ده عن تسعين سنة هنا. عندك كم سنة? ما دين انا عارفة يا بنتي. اش عارفة? اش عارفة? يا رب يكبر في خطيركم. واش شفوكم مرض تجسموكم خالد. يا رجع ما اذكركم يا ولادي. وانت فيه كفر العيه. انا عوضة شقة. عوضة شقة. قطيني وصالة. القطيني مين بقى? ليه انا. عوضة قطيني وصالة ليه? عوضة مش قوضة وصالة. قوضة تعوضي فيها وصالة. ليه قطيني? في حد معاكي? انا عوضة قوضة وصالة. عشان هينا بقى خلاص كزتي كزتي. فين جوز كتير? جوزي مات. مات? مات. لو من زمان ما تلوز ابني ما شافوش. ابنك ما شافوش? ما شافوش. مات قبل ما يتولد زياني? ما شافوش. يعني ليه? مات ولا ماشي? لا ما مفيش يا حبيبتي قلبي. مات. جلعي مات. طلعوا منك كنت ما اشتغل. اشتغلي ايه بقى? كنت ما اشتغل خدامة في البيوت. لما الحاجة لانا كنت عندها ماتت. اقعد معا مين? واحدة ما هيقمرش يا كده. ما جوزك مات ولا انت بتشتغلي عندها ماتت? اه. وابنك ماشي ابنك ما بيجي لكيش خالص? بيجي شوفني. انت وانت شغربي انت بنتي بيجي لحميني. وبلبسني. وبعملني لقمة اكل. الناس كتير بيجوني عاوزة اكلي يا موانضوح. قلوهم اللي الجوش على لقمة بمالح. سيلا لقمة بمالح. وعنده ولاده بنت اربع يال. عاوزة اطلع على البقي ادهلوهم. اطلع على بقي ادهلوهم. انا شفت فيديو كده انت بتندهلنا عشان نجي لك. شفت فيديو كده على الفيسبوك انت بتندهلنا عشان نجي لك. مين اللي صورهولك? مين اللي صورك الفيديو ده? واحدة حبيبة زي حضرتك كده. طب بتيجل لي بتشديني القرش. خمسة جنيه. عشرة رجنها اجبها اي لقمة اكلها. انا ما بخرجش انا مكسورة. بيحميكي فين? في الحمام. في حمام? اه اخذ المفتاح المنور مفتوح. وشو فيه? اه حمام في المنور. في المنور. واحدة لحتي الدلبة للمي كده. قال انت قسع على غفظة. اسلق لحاجة اتشرفها الحاجة. لأولاد. ويباليش حد. قال له وادوها. خار. بيجي حميلي وبكل لقمتك. بيعملي لقمتك. والطلاج دي ما انتت غريبة انت بنتي. اتجارة لجنبية. قالت لها بيبلك طلاجة. اتجاب الطلاجة واحد بالدياني دي. قلت له اخذ يا موان ده. بسيبتمشي حاجة? بقمت بالعصايا. وبقمت بالكورسي. لكل حد عاوزنا قوي. ما انضح بياخدنا من الكورسي وامسي بي. لحد المسواري اللي انا روح. بتروي فين بقى? بروح الجوامح. هتا الجوامح على رخها مقاس فيه. بتعملي ايه في الجوامح? دي دوني عشرة جنيه. اش حدس يعني? اه بس حد يا امي. هستعر من لقمتي. مين اللي بياخدك تشحدي? ابني بيكلموني. ابنك اللي بياخدك تشحدي? ابني. هما بيكلموني في التليفون. تعالي يا حتى حميلة اقول لهم نعم. تعالي. خلي ابنك جيدك بالكورسي. ده اللي هما بتشحيتها. اه. هما العصابات بتشحيتها دو. ياخدوكي يستعملوكي عشان كبيرة في السنة. سامعين? 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 عشان عشان محدش بس يعطف على حد في اشارة ولا في حتة. بيكلموها بيستعملوها في اردر. يعني ده ما يكون اردر تمثيل. تعالي يا حجة قابلينا في الحتة الفلانية عشان نطلع اتطلع على الفلانية. عشان بعد كده لما لقي حد بيفتح الشباك ويدي حد في الشارع يبطى ليعمل كده. لان دي عصابات. لما بتكسع بيبقى بياخدوا منك كم الناس اللي بييندهولك دو. ما بياخداش منا حاجة. ده هم يعني بيرضوني. بيرضوني خمسة جنيه. عشرة جنيه. تلكون جنيه. تلكون جنيه. وابنك عارف انك بتطلع يتعملي كده. ولا بيطلعك بالكرس. ولا بيطلعك بالكرس. بيطلعك بالكرسي. حتى طلبت منهم كرسي. طلبت منهم كرسي. طلبت منهم كرسي. يعني مش قدر ابني راح قدر ابني بعد مات ولا ولا حدا احطي الكرسي وامشي بالكرسي يعني ما حد عوض نزيق حد فيك كده اه 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 ميرضي لبسي بعد الشرق على ابنك بس انت لو ابنك مات اكيد مش الكرسي مش الحركة اللي هتهمك ولا ايه لا هتزعلي على ابنك برضا اه طبعا يا اما هاي بقولك بيحاميني وبيلبسني وبيشطافني وبيأكلني والدواء اه اه بس ما استغربت الحجمة والي تعالى برا كده عشان الناس تشوف حجم المكانة اللي احنا عايزين فيه بس اه الدواء الدواء اللي احنا الدواء اللي احنا الدواء اللي احنا مين بقى السور دي مين البنت دي النبي يا نبي يا بيت المباب الله اه صور ناس ما تعرفيهش لو انا بقتل مباب الله اه 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 كنت تمسحي ايه السلم اه قلت تمسحي السلم اه ليا تمسحي السلم اما لاجاب قرش منين اجاب قرش منين يا بنتي قرش منين يجيبوا ما فيمليش حدي مين بعد داكي القوضة دي في المناه؟ صاحب البيت؟ لا صاحب البيت صاحب البيت قطر خيرهم برا؟ قال لي قال لي يوم احنا مشلبتك لحم من المكعد احنا انتو كنت ماشية معانا و وانتو كنت بتشتغلي ايه هنا؟ كان بيباعه وانتو غريبة كان بيباعه لبن مطلوه كنت انت ببيعي لبن يعني؟ كنت باشيلي العشر كيلو والخمسة عشر كيلو ووزع لهم اللبن ليه تديني شيلين؟ ليه تديني خمسة جنيه؟ ليه تديني جنيه؟ اجا كلها بس انتو الناس عارفة هنا مكانك فبتعطف عليكي لو نقلتي شقة محدش هيجيلك اسم الله عليك وبعدين انا شايفة ان المكان دا لو توضب بس هيبقى كويس لكن انتو مش محتاجة مكان كبير ولا ايه؟ ايه ما بتحركش اصد؟ ايه ما بتحركش لي بيعايز اشقة تعمل بها ايه؟ اه ما بتحركش لي بيعايز اشقة تعملي بها ايه؟ انت محتاجة زي ما قلت دولاب ايي بسم الله عليك محتاجة حد ينظف لك القوضة ايه اه يجيب لي يعني الحاجات المكسرة دي يجيب لك بدلها ايوا يعني حد يجي ويضب لك القودة كده يدهنها لك يجيبلك دولاب بدل الكركبة دي يجيبلك دولاب. انت الموت بقدر ما تستعمليوش ما بتطبخيش صح؟ لا فيه فيه المنور هنا جوه واحدة حبيبة تديشني بوشا جاس. لا قز يقول انت ما بتقفيش تطبخي وش داي طفل الدبخ؟ تقدريش في الموت بقدروش لازمة. ما قدرش. ممكن نحط دولاب بداله؟ حط لي فيه المنور في المنور. نحط هنا ما فيه ما كان فيه حاجات ملهاش لازمة ايه؟ في حاجات الترابيزة دي ملهاش لازمة ترابيزة دي ملهاش لازمة دي ملهاش لازمة. لا لا ما احط في المنور احسن ما قدر. عشان فيها عيال هنا بتخسلي وبتأكل بتاحتف على جبل باكو باسكويف. باكو بتاع داس ما قولي معيها. انا قصي اشيل الكركبة دي وحط حاجات جديدة كويسة. اجيبين ايه؟ احنا نجيبلك. بيخسركو ويخليكو وينكع مع الفيكو. يا ربي ما جمي براك. يا ربي يا ربي. انا انت كانت على تاهوة. بتاعياتي دي بقى. صعبان علي يا لابس يما. ما كنتش بسهد يما. ما كنتش بسهد خالص. كالاول سكاني لقوا بسلم داي البول والحاجة داي البول. قمت انت وعملتي انت. انت حاجة بيانتلي كبيرة يعني. باري خلاص. الحمدلله قصد. انا بقشت كمان ما شفت زي الاول. مين ومس مين. وبتال برس الباب علي. بلت البرزة ما شفته كده. عشان ما حد شوكش يخبط. يخبطني خبطة وياخذ التلاجة. ياخذ حدة الراديو ديك. لا ما تخفيش محدش هيطمع في الراديو ده. انتي في امين والله ما. والله يا منت. فاولة حلال الكواسين. وفاولة حلال. علش انا قفلته فانا. ما بيش حاضي حاجتي. اه. كنت تسمعي ايه. كنت تسمعي ايه. كنت تسمعي ايه. فالما ندخ نخليه على المحطة اللي. اللي بتغني. ما هي ديه اللي بتغني. بتسمعي ايه نجوم افقام ولا ايه. وانت حديثك انت كالتلبتيني. اللي انا سلبناكم ولا ما. يا رب يكبر مخاطر. وما تبالين شاعدها بلا. يخليكم. وينجح مقصب. المنور مبتوح. والنور مبتوح. شوف. شوف المنور شكله ايه. بيجري. بيجري عشان هزومي. وهزوم ابن مذنين بالارض. يا احمد نوضبلك المكان ده نخليه احسن. يجب المخاطر. ماشي حك. بيجري عشان هزومي. بيجري عشان هزومي. موسيقى. 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 المساعدة هتبقى يا اما نقجر لها شقة قودة وصالة احنا مقجرين شواء للناس كتير الحقيقة مش من التبرعات من مجهودنا الشخصي يعني لان احنا رخص التبرعات بتاعتنا ما فيهش اي حاجة غير تجهيز مستشفات وعلاج الناس فما نقدرش نطلع اعانات او طلاجات او غسلات او ندفع ايجار شقة فده بنعمله احنا يعني فيه ناس كتير قوي احنا مقجرين لهم شقة ولكن مش عايزين يعني نرتبط بوعد الحد وان احنا نقدرش نوفيه لان قررها دي احنا علينا التزامات شهرية بندفعها شخصيا لناس وهي محتاجة ايجار لشقة قودة وصالة او نصلح لها المكان اللي هي موجودة فيه ده نجيب لها تلاجات كويسة بتجاز كويس ندهن لها القودة نديها اعانة زي ما انت شايفين ولكن ما كانش ينفع نرد سائل ابدا وما ينفعش انها برضو في السنة ده تقول ان صعدان عليها نفسي لان حاجة وحشة قوي ان الواحد يتفرج على نفسه انه كان بيروح ويجي وينزل وينظف ويعمل ودلوقتي قاعد مستني حد يجيب له لقمة بملح زي ما هي بتقول فاستنى تليفوناتكم ومساعداتكم تقرير اللي جاي ده عايز اخد رأيكو فيه بيه حد هيتبارع بيجار شقة فعلا انا شايف ان دار مسنين يبقى هايل لو دار مسنين خاص يعني انا بشكرك جدا انا مش عايز يعلم عن اسمه مفضلكوا تواصلوا معي ونشوف لو دار مسنين يبقى هايل انا شايف ان ده يبقى افضل من انها تقاط في الشقة اكيد تقاط في لحظة والحمد والله عايزين نشوف التقرير اللي جاي ده انا مبسوطة جدا لأي زوج بيبقى عايز صالح مراته بس موضوع النهاردة اصدقى بالنفس وعزة النفس حاضر طب يعني ناخد رأيكو فيه لأتي بطلت الان حاضر مين شعبان شعبان ازيك عامل ايه ايو انا معاك الحمد لله الله يسلمك ازيها حضرتك الحمد لله حضرتك كنت عايز ست موضوع عامل لها حوالة كل شهر على حسابها حضرتك ما بطاعة طب ياريت ياريت ممكن نتواصل نشوف بس هي هتقاط فين ننقلها دار المسنين او اي حتة حاجة تاني حضرتك انا مقاول في الغرجاء اه تبت عايز اجيب ابنها من دوح بقى يجيب شقة اتجر له شقة يقعد فيها ويجيب ابوه يربيها وهو مراته يصطلحه كده ويحسن علاقته معها وهي تحسن علاقتها معها هي بتقول انها مش متخنق مع مراته بس انت عارف ساعات بي بتبقى تقيلة قوي حكاية ان الحامطات في البيت طبعا يعني لو انا حاماتي اشيلها في قراصي بصراحة لكن حضرتك يا رستجل انا انا عايز من دوح ده يشتغل معايا وهي وهو يعولها ممو ان محدك يعولها من الام غير ابنها ومرات مراته طيب ممكن ترجع كنترول اي ممكن بقى انت تتولي الموضوع ده كله من اول والاخر واي مساعدات تجي لها وكده يعني نعمل لها كل حاجة كويسة بسرعة جدا فضلكم تليفون فصل طيب يعني اصل هي مشكلتنا ان احنا بنستقبله ونستنى لما تليفون يهدى عشان نتكلم الناس فبيبقى عندنا صعوبة شوية طيب التقرير اللي جاي زي ما بقول لكم حلو ان الواحد يبقى عنده ثقة بنفسه حلو ان الواحد يبقى عنده عزة نفسه حلو انك تتنازل وتسامح وكل حاجة بس انا عايزة رأيوكو بجد وتليفوناتكو في التقرير اللي جاي ده في زوج عايزة صالح مراته بس بص مراته عاملة فيه ايه هل ده تسامح شديد ولا حب شديد ولا تنازل عن الكرامة وهي شعرة بين انك تبقى متسامح وتحس انك بتتنازل عن كرامتك الاحتياج اوحش حاجة في الدنيا يعني ممكن اشوف مثلا ان انا مثلا هنا في الشغل بيعملوني وحش بس انا مثلا عايزة ادفع مصاريف الجامعة بتاعت ابني فاسكت او انا متجاوزة واحد بيعملني محش قوي بس لو اتطلقت بقى جاوزت كثير قبل كده فما ينفعش اتطلق فاسكت او مثلا انا محتاجة الدكتور ده مثلا والدكتور ده بروح له بعض بالست ساعات بس محتاجة اروح له مفيش غيره فاسكت اطلتع واتهزق واقعد عالسلة ميقعدونيش عالكرسي اوحش حاجة في العالم اوحش حاجة في العالم لما الاحتياج يخليك تتنازل عن كرامتك لما تيجي على نفسك قوي 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 وعلى كرامتك وعزة نفسك عشان انت محتاج الراجل اللي معانا في التقرير اللي جاي ده محتاج محتاج وانس وشايف انه كبر في السن ومحدش هيرضى بيه محتاج يعيش وشايف انه عيشت وكلها تبقى في الست دي معانا الغلطان وهو قولها الغلطان ليه بس بعد ما نشوف التقرير جالنا دعوة الخير كده بس يا رب تكون خير فعلا ان انتعرفين ان احنا اخدنا الترند كده في الفترة اللي فاتت او اتجاه ان احنا نصالح الازواجة على بعض حاجة لطيفة جدا طب ودايما بيبقى الزوج هو اللي عايزي صالح مش الزوجة ما عرفش بقى بتبقى كرامتها واجعيها ولا بتبقى عارفة ان الراجل لما بيمشي ما بيرجعش نهاردة الزوج طالب ان هو يرجع لزوجته مجاوزة من خمس سنين فقط يعني دي مش جاوزة اولى لان هو عنده خمسة وستين سنة جيت لغاية اسكندرية اشوف الراجل اللي عنده خمسة وستين سنة اللي كلم التلفزيون عشان يصالحه على امراته هل الغرض رومانسي ام هناك غرض اخر هتقول ايه يعني ايه غرض اخر يا دايما الجوازات اللي هي بتبقى في العمر الكبير كده حد اخد فلوس من حد وجيري حد قضى مصلحة ومشي فتعالوا نشوف اتمنى ان الغرض يكون رومانسي اتمنى موسيقى السلام عليكم سيد اعمل ايه سيد سيد لا كويس كده قولي بقى حكيلي ايه الحكاية على المحكايتي ان السيطريجات سكنت عندي هنا من خمس سنين وقابل ان العجل السمصار اللي هو قابل قالت خلي بالك منها دي مالهاش حد وحاجة زي كده سكنت في العمارة يعني قابلت عندي في العمر ودي عم فتحت عمرتي فالمهم جات سكنت بايت يعني اعاون في انها معها عاش يعني ظروف متعبانة ومطلقة ومعاش هو معي بيت واحدة فالمهم انا بعد مدة طويلة يعني بتاع 4 شهور او 5 شهور يعني طلبتها للجواز انا معيش واحدة 6 فتا طلبت للجواز فين انت معك جوزتش يعني؟ لا اتجوزت معي عيال دي التانية لي طلقتها يعني ولا اولانية؟ الاولانية قاضي من زمان من زمان او يعني واولاد معها؟ الاولان معاي الايال الا ستة ايال معاي انت ستة ايال معاك geomet immersive كلما اسجلا لهم جوزون يعني مش حد ما hanno great فيقلت فهيجد ااااااااااااا- لما طلبتها لي جواز لو تلاتة اهلك فالمهم يرجى dedim اهلى واعدناء كان يوم التلاتة يوم Kons público يرجى يرجى عري duel talk خطب الكتاب وخلصوا الكلام فجاء جاء مع أخوها كبير فطلب مني أن المؤمن بتعيش من الشغل أهم شيء أنها مدمرتش في الشغل قلت له لا مش عادة من الشغل وبنتها قلت له فقوا دماغ المنفوق قال له أنا سهل المؤمن خدتهم أول سنة دي كانت سنة ربنا اللي علم بيرها سنة جميلة جدا وطلبات مجابة وأنا عمتا طلبتها كلها كلها مجابة كل طلبتها في البيت مجابة المهمة لما جدت وإحنا مغضف الشقة فطلبت مني أن تديني ألفين جنيه بتقول لي أنا عنديك الألفين جنيه اللي موجودين معي أنت لسه مجوز البيت فأديك ألفين جنيه هتدوم لي وبعدين بقردهم لي قلت لها ما بخدش فلوس من الستات عيب أنا راجل مقاول مكتب اللي تحت وليها مكتب تاني والأمر الفلوشي دي بتحت الحمد لله أنا قرم ربنا أن أنا مستور وتمام يعني ما بقتش مخليها عايزة حاجة أبدا أبدا يعني الطلب بتطلبه قبل كون فيكون على طول ابتلت بقى الخلافات بس الفرق في السن كبير سه آه أنا خمسة وستين سنة وهي خمسين سنة إنه واحد وخمسين سنة اللي هي مشة فيها المهم إن أنا مش بخليها عايزة حاجة طلبتها كلها مجابة يعني ما مش بخليها عايزة حاجة وبعدين أنا مجوزتها من كوبريستين ولا غيره يعني أنا في الأول ما عرضت عليك الأمر وإنت اللي وافيتها وبتهى اللي طلبت مني قالتلي يعني أتمنى من ربنا أن يكون لي أب زيك فالمهم يعني السنتين اللي السنة الأولينية دي كانت كويسة ابتدأنا بقى في السنة التانية شد الفلوس يعني بقت عايزة تاخد فلوس عايزة فلوس عايزة فلوس رغم إن هي الموظفة في جامعة اسكندرية ومو بتدنيش من قبضها جنيه أنا ما بخدش منها حاجة يعني من النهار ما سكن من النهار ما جاوزتها لحد وقتنا هذا ما أخدتش منها جني واحد ابتدى بقى السحب الفلوس من البيت أخدوا أهل الخير حاوعدين وعملوا صلح وأعدناها التاني مرة طلبوني في كرموز خدوني ضربوني بسكين هنا أخوها معي المحضر موجود أخوها ضربوني بسكين هنا والمامة عملت محضر وروحت بيهن نيابة والكلام دي أخدوا برضو تلموا أهل الخير وعشان خاطرنا وبتاعموا عتمشي كويسة معك ماشي راجعت قعدت معي بتاع سبع شهور أو ثمان شهور وابتدت أمو ضربوك بسكين ليه؟ أمو يعني أنا المطالبتها لما روحة عمتا هي أخوتها كلهم وأهلها يعني ما بيحبوشوا عدولها في حاجة خالص يعني لا خلال ما شاء الله كلهم الزهريين وناس محترمين ولا تلات رجالة برضو محترمين ووالدتها موجودة لكن هم بيحبوشوا عدولها في حاجة يعني ما بيحبوشوا عدولها يعني ضربوك بسكينة ليه يعني ايه؟ أخوها اللي طلبني في التليفون أخوها ابراهيم طلبني في التليفون قال لي أنا عايز اختيجى عشان نحلوا الموضوع ده وننهو حلوا لما انت روحت بدل ما تحل ضربتي بسكينة ليه؟ أول ما رحت البيت أول ما رحت البيت فتح للباب هي وراجلين معاها ضربوني السكينة يعني أيوة ليه ليه؟ ما عرفش؟ ما عرفش؟ ما عرفش؟ لا كده في حاجة واقعة في الموضوع لا 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 والله زي ما بكلمك بالتفصيل كده آآ أخذوا قام بدون على أصليين الأمانة وعلى ورقة بيضاء والكلام ده تقال من رئيس نيابة كرموز قال للولا انت يا انت تلاقتي جايبنا النهار ده عشان ترجع فلوسك ولا مراتك؟ والله لو راجعت خيرو برقة المعنى عايزها ما راجعتش والله دي بيع دي حاجة بتاعتها بس أنا عايز حكتي اه يا انت عايز حكتك وش عايز مراه اصلا راضي راضي واحنا طالعين بيقولي هوا في حد مجنون يرجع مراته بعد ما يسيبها فلا طولا اكيد في فلوس في الموضوع معي في فلوس اه وانا عربت عليها تلعنا احنا الاتنين صح مش متشأمين ولا حاجة الموضوع مرة واثنين وثلاثة عايز حكتك ليه ايه؟ وما فرش لي بتاعة الشقة طيب انا بها موجود على كده الحياة ففرشت لها شقة هنا في الكرموز واخدت مني الدهب بتاع ابني ومشت وابل كده واخده برضو ما تبلغ البوليس قصدي حاجة من هاش دعب تليفزيون اذا كان محضر البوليس اللي هو بتاع كرموز اقصر هيا لسه على زمتك؟ لسه على زمتك ايه وفجوع تلقيتها عاملت من ثلاثين اثناشر عاملالي خلع دعرفتهم بارح فهيقول قبل كده برضو لما خدت الفلس لو نارحت عملت خلع درده بس انت بشو طعف تاخد حاجة ما هو طبع عامل ايه قولي الاصر عاجة امراتك وخدت فلوس عادي طب يعني دعيالتها لنفسيها تلبتتها انا ما بدورش على الوقت لأي حد يعني ايا كان بنتك كانت عايشة معاك وانت ربتها فدتها فلوس خلاص وهي على زمتك يعني قصد يقول ما سرقتش عاجة لا سرقت لا لما تاخد منها هي لما كانش معاها شقة لما تاخد منها اني تسرى منها عشرين الفلسات تطفى مقدمة شقة وتكتبها باسم بيتها لاني مشترع ربنا سرقتها ازاي خدتها من بيتها انا راجب بقولك راجب الحمدلتكم ايه قاول وبقعت تحت في المكتب ايه فلوس بيجيله سلمان بس انا ترجعتها بعديها رجعتها بعديها وسامحت اه سامحت خلاص مرة دي خدت الدهب ومشت فانا اعتني كل مرة اسامح 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 لحد المطروح خلاص طلقها بقى خلاص اطلقها بس حقي حقي وانا بطلب من ربنا يعني ووسعين بسياتك ايه ايه لا انا مولت لهاش انا مولت له ان امراته اعز ارجعها اه 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 انا اترجعها ايه اترجعها اشان تاخد فلوس لا انا مولت لها لما عادت معي سنة ونص وهي واخد الفلوس الاولانية وصافيا لبن دي نازل انا اخر مرة من بيتي زا ايان كوبايت اللبن ولمغزة حطة لكلونية ريحة وخطة وصلتها لحد المشروع ودفعت لها المشروع وراحت مراجعتش بدون وضحة يمكن فرق السنة بينكم كبير والله الزوج الاولاني اللي هو اخدها وهي لسه بنت اه 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 اكان في نفس سنة طيما هما استمرتش معي اه اه ده عشان برضو مشاكل بينهم انا بقولك يمكن فرق السنة ده اللي عامل مشاكل خمسين سنة صغيرة عليك شوية ما هي صغيرة علي انا من نسبالي انا صغيرة لكن انت وفقتي واهل الجوم كلهم وفقته ما قدرتش تكمل طيب خلاص ما تاخدش ما ما تجوش استغلوني اه ده هما استغلوني انت عايزنا نتكلم معاها يعني ولا عايزنا ايه انا من الله انها تتكلم معاها وترجع اهلا وساهلا ما ترجحش يا ريت حق ايوة ترجع انا بس ايزا فهم حاجات ترجع دي ترجع اهو انت حبيبها يعني ايزا ترجع ولا انت عايز ونس وخلاص ولا ايه لا ليه ونس ليه ايه حبيبها يعني يعني هي سرقت منك مرتين حاجات وانت حبيبها لا بحبها مش زعلان منها لا والله ما زعلان ازاي بقى انا مش فهم الفلوس اسفل الفلوس بطرحة تيجي مش مهن من الفلوس انا باعت شقة عندي جابة الفلوس كل انا رجل مقاول معماري تنفيذي مش خد شغل وعندي فلوس الحمد لله انا مش فهم يعني انت عايز حتى الفلوس تضغط بيها عليها ولا انت عايزها هي فعل مش اضغط ما هو في حل اسجنة تتطلق اسجنة هي كل مرة عتروح تعتقى تسرق مني طيب ايه ما بالزرق اه كل شوية تاخد فلوس وتمشي انت بعايزها تاني ازاي عايز فلوسي يا فلوسي يا هي هي يعني او ما فيش فلوسك وفي هي واحدة كل شوية تيجي تاخد فلوسك وتمشي انت عايزها تفضل معاك بردو والله حبها انا بحبها انا بستجنة على الفلوس خدت مني كتير كتير اوي الحبها ازاي هي كده بالنسبة لك مني قدمة كويسة والله هي كست كويسة هي كست معايا انا كويسة جدا لكن هو المرشد بتاعها واللي مخطط حياتها وقالب حياتها اتهى مرضو مطلقة وقعدة لوحديها فهي المشكلة دي هو بعدين انا باتتهى بتضبطي لها شقة فرشها من كله رفع خلعة هي راجب تقول المرة فلت انت رفع خلعة وخلنا خلاص ورجعت هي راجعت تاخد الدهب راجعت تسرق الدهب يعني تسرق انا قلت تاخد ايوة لا انا اللي بقول تسرق يعني ترجع تسرق وترجع ترجع لي تاني وتسرق تاني طب فين حكومتنا فين بلد لا اشيبك بالحكومة خالص بقى كما عليك انت ايوة ايوة طبعا انت قابل ازاي مرشوه لو انا لما تجي اللي جيها حكومية ليه ما ينصفنيش ليه ما يجبروش حق لأ انت بتقولي الفلوس هي هي ترجع تقول انا حبيبها حابب ازاي حد بيجي استغليني كل شوية ويمشي يعني مسألتش نفسك يمكن هي بتحبكش كده الله عبادة على اللي عالم ربنا ما اعطاش هقولي جديه ما بتحبك ازاي لكن المرة الاخيرة دي جات معايا كانت ما شاء الله عليها يعني تويسة وقعدت ادي قعدت بتعشرين يوم ضحكني والله لكن انا عارف ان السيادة اغتمالي تتكلمي يعني في موضوع ايا اتكلم بس يعني الرجالة ظلمة الرجالة ظلمة يعني لسا انا ما بحبكوش بصراح ما بحبكوش خالص يعني نفسي كده حاجة تحصل في الكونت وروحو كلنا كده لكن لكن انا برضو بما انا متجوزة انا جوز ييجي دلوقتي يقعد معي ياخد فلوس ويمشي فارجع وياخد فلوس ويمشي بقى انا اقول لساهم يحبوه طب ما بلاش نحب انه جيبه فلوسنا ناخده فلوسنا ما انا مش ادري فهمك مش ادري فهمك مش ادري فهمك انت بتقولي شوية تقولي الفلوس تروح وتيجي وبيعشق اجي فلوسي ايوي ا Milan انا حبتها انا حبتها مهما عاملت معي انا حبتها مهما عاملت معي انا حبيتها اه وهي بتضغط بالنقطة دي عارفها ان انا بحبها او او اه لكن هي لو نيتها الطرق فعانت مش عايز تخسر كل حاجة يعاني بايي تخسرها وتخسر الفلوس عاقى قبر السن مافيش الست تنيها ندور انت شايف البتفاضي علييا والاو وحاجات يعاني اي بش مافيش حاجة مستخسار هو يعني مش البيت فاضي عليك وانت كبير فتجيب اي حد ياه. ما انا مجلسش اي حد كبير الساعة. تجيب على الاقل حد يحبك. ما خلاص. يبقى قاعد معك عشان سبب. اه ممكن لو تجوزت واحدة عندها خمسة وستين سنة زيك او اتنين وستين سنة زيك هتحبك. مش واحدة صغر من اجل خمسة وشرة ساعة. انا عايز يا حكتي يجي لي بيتي. اه يا حكتي يجي لي بيتي. ما انا مش عاف مش عاف الشقة بيتها. وليها ابو موجود على كده الحياة. ده ظلم وحرام. ابوها مفتش تومين قبدي الدنيا واموها موظفة قبدي الدنيا. ويستغلوني اي انا حرام. شقايا لا لا ما يروحش. الاستسلام من الواحد يبقى كبير في السن. وقاعد لوحده في البيت. ويقول لك اصي مش هلاقي حد. فترجع وخلاص. لو انا عدت زمن وكبرت. وبعد ما كبرت قعدت الواحدي في بيت لقدر الله. هل انا هقول اي حاجة وخلاص ومعودش الواحد زي ما في ناس كتير قوي تبقى اا متطلقة مسلا. فتقول لك هصي متطلقة مرتين. فهردي بيا وخلاص. او احنا مسلا معها عيال فتقول لك اا اصي انا معي عيالين مين هيرضى بيا اخده وخلاص. لا مش وخلاص. لا مش وخلاص لان ربنا هو اللي بيدي. وبيدي كل الناس زي بعض. اللي معها عيال واللي متطلقة واللي وقدر بيشلف وشها. واللي ما بتشوفش. واللي مشلولة. واللي عندها كانسر. ربنا بيدي كل الناس. متتعملش على انك قليل. لانك لو تعاملت على انك قليل. الناس هتعاملك بقلة قوي. زي ما هي عملت كده. اكيد هي حاسة ان هو عايزها. وحاسة ان مش عايز يغط لوحده. وحاسة ان هو محتاج لها جدا جدا جدا. وهتنزل عن اي شيء ويروح يصالحها. حتى لو خدت فلوس. حتى لو خدت دهب. حتى لو سبيته ومشيت. حتى لو رفعت خلعه. دي اهانة لأي راجل. فهو برضو بيعملها على انه صغير. وعلى انه قليل. فلازم هي تعامله بنفس الحكاية. انتهي لازم كلنا نبتدي نبصل نفسنا بشكل اكبر شوية. واضخم شوية. ويبقى عندنا ثقة في نفسنا. مشو نديش فرصة اللي قدامنا انه يعملنا بنفس الطريقة. ما عرفش تدلات سنة لو روحت لها بصراحة هتفتح لي. او لا هتكلمني او لا. مش اي حد بيبقى مستعد ان هو يقول حياته الشخصية على التليفزيون. ولكن انا بالنسبالي مهنيا لازم حق الرد. فهنروح انجر. احنا جينا مع الراجل الكبير. اه هو زي بابايا يعني. فانا مش عايزة برضو هتخلى عنه. معانا مش موافقة في اللي هو بيعمله. بس جيت معي واخنا انا يجيب ورد عشان نيجي نصالح مراتو. بس انا متأكدة ان المحاولة هتبوء بالفشل. يعني انا لو حد جاب لي التليفزيون وجاب لي ورد عشان يصالحني وبتاع اكيد هنبسط. مجرد اصلا ان الزوج يروح يرجع مراتو تزي. انه يبقى باقي عليها اكيد حاجة لطيفة. لكن المرة يعني في الموقف ده بالذات باللي هو حكايا انا. يعني عايزة بقى سعيد طول الاخر مش عايزة بكسرته بخطره. خط. هو مش واخدها الرومانسيات. احنا كون شوية نقوله خد الورد فيه الورد. خط الورد. اطلع. هتفتح لك. هتفتح لنا. هتلاقي التليفزيون هتفتح لي. احنا كلمناه في التليفون اليوم مرة ما بترد. احنا كرهاك قوي كده ما احنا جايين نعمل ايه طيب. والله ما كرهاك. همال مش هتفتح لك ليه. هو احنا عارف مش عاشفين البيت. طيب هو البيت فيه. فوق فيه. ايه؟ دمت؟ قالوا لي دلواد زي. ان الشقافة الدول التامن. وما فيش ازانسور. ها ما فيكو عميل لو ما فتحت ليش. اللي دي مش هتفتح لك ليه. لا يعني ليه حتى ما تبقوا ما بتتكلموش عادي يعني. كمان وما احنا جايين نعمل ايه طيب. بتعمل كل الحلول. طب انت لو هي مش عايزة بقى هتجيب فلوسك ازاي. اجب من خلف الله. تبا اعدني على الله. تبا عادك على الله. مئеле في الدور الكام. الرابع والله؟ طب انت تمام يعني ولا ايه؟ انت بنت انت استنانا هنا بقى استنانا هنا بيقول لو شفيتني مش هتفتح واحنا جينا من ايه طيب ونطلع ثمانت دواره وضع لبقيت الساعة وشرب الليل في اسكندرية من مبارح الساعة وحدة بالليل موسيقى هتهزق انا دلوقتي حالة بصي كل الكروه رح جاري وهو نزل مونتا نزلت وهما جاريوا وحطتوني انا في الوش مش تفتحني اكيد موسيقى واذا تفتح؟ ما الكلميها كده غارهم نعم هيا انس سحراية بتجبي مين وشمل؟ ها؟ اوfon لا موسيقى تفتحيش الباب؟ ليه؟ تفتحيش الباب إيه؟ طب أنا بس جاي لك عشان في حاجات تقالت في حقك طب أنا يعني جاي بس بقولك إن ديكي حق الرابع ها؟ أيها أنا خلاص كده قدام الكاميرا أزيع اللي أنا عايزها بقى اللي تقال ولي ما تقالش و وصور الجواز وحاجات أنا أخذ لنك إذن بس ها؟ طب حتى ما أخذنا إذن وهي دي حق الرد لشان الراجل برضو إيه مش مش عامل كل حاجة رومانسية يعني قال إنها أغدى دهب وأغدى فلوس وأنا كنت عدب عليه بصراحة موسيقى 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 بإيه بسرقة؟ بسرقة الدهب بتاع ابني بالبيت والفواطير في اسم بسرقة الدهب في اسم جاءت الشارعة الشاقة دي سرقة من بيتي أنا عشرين ألف دي وكملت ومعطلت من محمد جديزو للمؤدى وقدت معي المدة دي الطويلة على أمل إن أتسدد الدين من عندي لما جيت أنا بقى حسيت إن الفلوس بتاعتي بتخس في البيت أيوة أنا هموت أعرف بقى الفلوس بتخس في البيت ودهبت سرق إحنا جاي مين الوردة ده وجايين ليه أنا جاي غزبا عني إنت جتي إنت ترحسيات تقتربتي مني ده نفسه أيوة ماشي ما أنت قلت أنا عايزها بحبها أيوة بحبها أيوة أنا معطردة جدا إزاي أحب حد أزيني أو أحب حد سيبني خانتني أنا خانت الشوالة أيوة أنا حد النهاردة سبني ومشي ومش عايزني إزاي أنا عوزه بقى فأنا هي النقطة دي إن علشان ما حد الشرع معاها تاني عشان دي شغلت بالتاهمة يعني هي جات بالتاهمة قالت لنا إيه قالت لنا نفسي يعني أنت بس ألا هترجع لها عشان تحميها تحمي المجتمع إيه روحنا ليه كل حتى ننزل ليه كل حتى مفروض تنتيني أنا الورد دا إيه قراءة حاجة جاب لي ورد تاخد الورد وهاري أنا أصلا جاية وأنا مش راضي عن الموقف أصلا لأن الراجل ما يستحقش أصلا أنه يرجعها ما ينفعش ما ينفعش حد بعني ما ينفعش حد بعني ومش عايزني ويرجع كل شوي اختروس مني ويمشي إن أنا أبقى عايزه أو شريه ممكن السن ممكن الصحة ممكن الوحدة تخلي الوحد يبقى محووج إن يعمل كده بس لا لا طبعا مبسوطة جدا بترحب النسبة أسكندرية اللي كانوا وقفين برا بالمئات بشكركم جدا 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 على استقبالكم هي بس أنا الصوت ما ظهرش هي يا لما أنا نزلت ست قالتلي إيه امشي بدل ما أجيب لك البوليس امشي بدل ما أجيب لك البوليس في ناس هتقول إيه ما هو أنت برضو يا مش عايزة تصور على فكرة في ناس بنروح لهم كتير قوي ويقولوا لنا قفلوا الكاميرا اتفضلوا اشربوا شاي إزايك أنت والله جاية تعملي معي يا خير وعايزة تصالحيني على جوزي بس اللي حصل كذا كذا مش هينفع وأنا رفضت لأ قدام الكاميرا تهيالي أن أي حد هيجي رن على بيتي هعمل كده هقولوا تفضل تشرب إيه أنت جاي من سفر بعيد من فضلك تبطئت في الكاميرا ونتكلم ناس كتير كتير نروح لهم يقولوا لنا تفضل كاميرا بنتفي الكائد في أراضي شكراً نتكلم ونحل برح لغاية الساعة ستة الصبح والكرو يشهد بنحل مشكلة مش هون كاميرا ستة الصبح مخلصين هوا الساعة واحدة مرايحين ميديالاين قعدنا لغاية ستة الصبح بنحل مشكلة مش هالكاميرا يقولي طب أبشيري عشان الساعة تراتة الصبح الدهاردة رحين نحل مشكلة تانية مش يا عم لا بس المشكلة دي لما تتحلنا هم بسط فهو ده اللي أنا بتكلم فيه النهاردة يا جماعة الثقة بالنفس ابتدينا الحلقة بالثقة بالنفس رجل اللي فاكري عنده موهب كتير وقوي وشمشون وكل حاجة ممكن يضيع حياته لأن الثقة بالنفس إزاي ده مش قيسة وبعدين اتكلمنا على دوام الحالم المحال وممضوح كانت معانا وبعد ما كانت بتطلع السلم وبتنزل وبتروح وبتيجي بقت مش عارفة تتحرك فما تفتريش على الناس عشان هيجيلك يوم هترجع زي البيبي مش عارف تتصرف وهتحتاج كل حد إنه يساعدك ولما هتعمل خير هيلفه ويجيلك في الوقت اللي انت محتاجه فيه ده وفيه بقى الحب الزيادة اللي بيضيع ثقتك بنفسك وعزة نفسك الراجل ده أنا بالنسبة لي ضيع عزة نفسه ثقته بنفسه راجل جميل ومحترم وله كل التقدير والست اللي عارفك انها مش الست هيبنتها اللي ردت علينا فعلاً وقالت لنا هجيبلكو البوليس وشارفين محترمتش الموقف خال حد جاي سالحني على جوزة يا جاي يعمل خير هزاقه ليه؟ الحاجة لطيفة يعني وانا بقولك نصيحة الوجه الليه مقولتش اسمك لكن نصيحة الوجه الليه اللي عملتها هيرجع لك كفرتي بعشرتك من غير ما يعملك حاجة هتيجي حاجة تبقي عايزها جداً هي اللي تقولك مع السلامة فلوس لو خدتي فلوس من غير حق هتصير فيها على صحتك وعفيدك بنتك مش هتنفعك بنتك مش هتنفعك نهار دا يا مطلقة بكرة هتتجوز وتقولك مع ألف سلامة وانت حاجة في فرق بين الحب وانا اتنازل عن كرمتي يروح الحب في دهية لو هيخليني أصغر قدام نفسي مش قدام حد لو هخليني أتنازل عن كرمتي ممكن أسامح ممكن أعدي لو لقيت اللي قدامي عايزني يعني لو أنا حد غلت في حق وجي قال لأ أنا آسف وعايز أكمل ومنفضلك ولو سمحت ماشي لكن وجي قال لي مش عايزك هقوله مع ألف سلامة ألف سلامة الدنيا بتقفش على حد ولا على حاجة والله الدنيا ما بتقف على حد ولا على حاجة وانت فاكرا نفسي انك دا مش هتلاقي حد تحب أجيب لك عروسة على الهوى تحب أفتح التليفونات دلوقتي مش بهذر والله العظيم تحب أجيب لك عروسة طب أنا هجاوز الراجل دا نروح لفاصل ونرجع ايه واهلا بيك مادام ريهام ازاي حضرتك ايه ازايك محمد مين دكتور محمد اهلا بيك معلش هم معلش دكتور محمد ازاي حضرتك الله يخليك انا بطل كمال على فكرة والله بتاخد حقا استيرويدس وكده لا 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 وجيكش وكده لا لا عوز بالله عوز بالله والله انا كنت حاخد برضو يعني عم مداخلتي مع حضرتك وحاخد تليفون الحاجة برضو ولازم انا نزورها بإذن الله ان شاء الله ان شاء الله بس انا زي علم من حاجة دي بني والله مدام ريهام اتفاد يعني احنا بنتمنى انا طبعا على المستوى بعتبرك زي اخت الكبيرة مم وداشة رفلية بنحاول اللعم وداخلات ما بيعرفش نوصل لحضرتك ليه؟ مش عارف ساعات بياخدوا النمرة وقولوا احنا نكلمك ومحدش بيكلمني يعني دي الساعة بيقفل فوش السكة في الكنترول بيقفل فوش السكة يعني اتصلت اكتر من الاثناطين باره لا 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 مش بيقفلوا فوش كسكة التليفونات مبتبطلش ثانية وهم عشان يطلبوا حد ويدخلوا على الهوى لازم يقفلوا ويتكلموا فعشان ندخل المدخلات لازم عشان عندنا عيد ده واحد في بصراحة دي في في قناة النهار المحترمة اول مرة شوف انهم بياخنوا رمنا ويكلموا الناس دي حاجة بسم الله وده حاجة بسم الله عشان ابقى عارفين مين حضرتك يعني بنكلم مين افرت جيت دخلت على الهوى وروح تشتم حد لا طبعا معنا لازم يبقى عارفة انت مين انا عاوز بس اقول للسوز على الكعكة وكله كمين على القناة والله العظيم ده حاجة ما بيشوفهش في اي قناة عشان خاطر ممكن واحد يخش يجرح او واحد يذكر اسماء او واحد يعمل حاجة سوزتا صلاقك حتى انوش دعوان اللي عملك اي حاجة وعاوز اقول برضو اه ان كان مفروض النهاردة اه تعملي حاجة تجيب حد من ام الشهدة في عيد الشرطة يعني كان تصديف حد في عيد الشرطة وكنا بذل ما ندي بكي ورد وان صالح الناس كنا نخلال الاسبوع اللي جاي وان ندي بكي ورد لام الشهيد او او ام عسكري او ام مجند او ام زابط ام الشهيد وام العسكري احنا ديناهم ورد وبنكرامهم كل يوم وكل ثانية وكل ديام مش محتاجين عيد عشان نكرامهم احنا ما بنعملش حاجة كاموفلاج او منظر من اكتر الناس اللي كرامت الشهداء لا من تكلمت فلازم ارد عليك انك بتكلم في حاجة مهمة انا من اكتر الناس اللي كرامت الشهداء واولاد الشهداء وعملت كلبات وانزلت الغاية عندهم ومشيت في جنازاتهم مش هستنى عيد عشان نكرم ام الشهيد احنا في كل لحظة وفي كل دقيقة وفي كل تقرير بنذكر ام الشهيد وانا شايف انها هيك تيجي تشتغل معانا برضو لان هي مدخلتك كلها تعديل علينا وعلى تليفوناتنا وعلى اللي بنقدمه ودي طبعا نصيحة انا اتقبلها جدا 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 ولكن انا ضد ان احنا في عيد الام نفتكر الام وفي عيد الشرطة نفتكر الشرطة وفي عيد الحب نفتكر نحب ما بعملش كده والله يعني معروف عني ان يقولك ايه حلقة عيد الام اقول له لا ما عنديش حلقة عيد الام ولا حلقة عيد الشرطة لان الشهيد اكبر من كده بكتير بكتير الشهيد ده لازم نفتكره صبح ودهر وليل احنا في كل وقت وفي كل حدثة وفي كل مكان بنفضل إحنا ده أنا لغاية من حلقتين بقول أحمد الكبير اللي هو حلق أكيد ما تعرفش اسمه أنا عارف هو مين طول الوقت طول الوقت طول الوقت بجيب سيرة الشهداء بتاع الجيش والشرطة والعساكل وسوارهم بتظهر على شاشة صبايا الخير لو عملنا جرد للحلقات اللي عملها صبايا الخير للشهداء هتلاقيها أكتر من أكتر أي برنامج في الوطن العربي اتكلم عن الشرطة والجيش مش في الأعياد في كل لحظة وكل دقيقة لأن من واجبنا ده إحنا يعني حتى وإحنا بنعمل حلقة العاصمة الإدارية قلنا لازم نشكر الجيش والشرطة وشهداءنا اللي بيروحوا في كل مكان وفي كل حتة لما النهار عملت حفلة وشوشة قلنا إحنا في أمان عشان الجيش والشرطة أنا ما بفتكرش ناس في أعياد الناس دي لازم نفضل فاكرينهم على طول على طول وهفضل أعمل خير هصلح بين الناس في أعيد الشرطة وغير أعيد الشرطة ما فيه ناس النهار ده بتحتفل بـ 25 يناير بكرة مش هحتفل أنا يعني أكيد فيه فرق بين الاتنين ولكن إحنا أنا ست مليش في الأعياد الناس المهمة زي الجيش والشرطة دول لازم نفتكرهم كل لحظة وكل دقيقة مش هفتكرهم في الأعيد بس سيد أيوة أهلا بيك حالك أحد العمليين في شركة سكيب وبتعمله خير معنا كثير قوي أهلا بيك أهلا بيك يا سيد سيدتي كانت تعليماتي من شركة سكيب في الغزارة إن هي أي حاجة كوصة برنة جريم سعيد والصبايا الخير في معنا أفاق إنه هو اللي أعملها عقا ربنا يخليكم لينا والله وأنتو ناس محترمة ومن أكتر الناس اللي بتقدم منتجات جيدة والله هم مش سпонسورز علينا ولا إعلانات ولا حاجة أنا بشكرك جدا يا أستاذ سيد لكن فعلا ما فيش مرة بالنادي إن إحنا ندهن مكان أو نروم من مكان غير شركة سكيب بتبقى يعني صباقة في إنها تبقى معنا في حاجات كده يا جماعة في منتجات كده معينة لما تتكلم عنها هتلاقي اسمها هي الموجود يعني أقول لكم حاجة مثلا أنا بستعمل لابني الصغير اللي عنده ثلاثة شهور ماركت بامبرز وشايفة إن بامبرز مش عشان هو عنده إعلانات على البرنامج ولا حاجة هو من أحسن المنتجات اللي موجودة في السوق بامبرز لو جبت أي حفاضة للبيبي بتسميها بامبرز حتى لو هي مش بامبرز من كتر ما هو المنتج اللي احنا فاكرينه وعارفينه وعارفينه وبناصق فيه هو بامبرز كيب كده أي ديهان تلاقيه كويس أو زوجاودة بتقول ده سكيب حتى لو مش هو لكن تقول سكيب لأن فيه منتجات كده من كتر ما هي عالية الجودة خلاص المنتجات التانية حتى لو هي اسم تاني احنا بنسميها بنفس الاسم أحمد أحمد أستاذ أحمد ألو والله أنا شوفت البرنامج ومتابع معاك على البرنامج النهاردة فأتي شافك بالسامعك بتقولي دار مسنين أو كده اه. انا عندي دار مسنين. والله. اه. فاستضيف عندي اقامة وثلاثة واجبات وكل خدمة اه. طيب انا بشكرك جدا 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 جدا. احنا عندنا حد القلولي المتبرع اللي عايز يتفعلها دار مسنين او شاقة اكتشفت تلاتي ان هو احد مديرين النهار. مش هو مش عايز يقول اسمه. بس انا بمبسط قوي لما الادارة بتاعت النهار تتأثر بالبرنامج زي الناس بالزبط وتبقى سباقة بالخير فانا بشكرك من غير ما اقول اسمك عشان تطلبت ان ما نقولش اسمك. حسنا تخص مننا فلوس ولا حاجة. وانت تقدر تعمل كده. فشوفوا الاصلح ليها ايه. هي عايزة ايه والاسبوع الجاي نقول لكم كل الحاجات ايا انت مكلفة ان انت تشوف كل الحاجات اللي هنقدمها لما مدوح ان شاء الله بازن الله. اسبوع الجاي تبقى حياتها حاجة تانية خالص. طيب نروح لفاصل لغاية ما يحضروا التليفونات. نروح لفاصل ونرجع. مرة تانية الثقة بالنفس. والفارق بينها وبين اني اتنازل عن اه اه كرمتي او اتنازل عن ثقتي بنفسي خالص. اه اه شعرة بين اني بقى وثق بنفسي ومغرور. شعرة بين ان انا ابقى اه اه فقدت ثقتي بنفسي خالص وبفقد كرمتي. مرة تانية رسالة ان الدنيا بتقفش على حد ولا على حاجة. وهو الله سبحانه وتعالى الوحيد اللي بيرزق. واللي بيونس. واللي بيصبر. واللي بيكرم. بيعمل كل حاجة. كل حاجة. فبدل ما تجري ورده وتتجيب ده ورد وتعمل ده مش عارفة ايه. بتعمل ربنا احسن. وزي ما هنعمل خير هنلاقي خير. زي ما بنقوله ممدوع الاسبوع جاي ان شاء الله بازن الله باللي انا شايفاها كده واللي انا سماعها بيحصل في الكونترول روم ان كل حاجتها هتتقضي. ناخد مين? مين? عماد. اهلا بيك. عليكم سوار الله وبركاته. ازاي حضرك يا فاند. الحمد لله. لو سمحت انا بستعلن حضرتكو بس ان بالنسبة للشتة الوالدة دي هي عمنا كلنا. ايه. ان انا ممكن اعادة معيها في البيت. ياه. ده كرم كبير ايه منك تقعد واحدة وتعرفهش معاك. كفاية اللي هي من طرف حضرتك. وكفاية اللي هي الوش البشوش اللي هي هو ظاهر عليها. ربنا يخليك انا بشكرك جدا جدا جدا. او بص يا جماعة ده مثلا اكبر تبرع بالنسبة تخيلوا ان حد يضحي بحريته وبوقته ويقعد حد ما يعرفوش عنده في البيت لمجرد انه عايز يقف جنبه. ده انت كل خير اللي في الدنيا هيجي لك ان شاء الله. طبعا كل نمرة التليفونات دي ايا مش هتضيع منك عشان ما رجب بعد الحلقة. طيب. سعيد. سعيد اهلا بيك. اهلا بيك يا صدر هامل زي حضرتك. الحمد لله كله تمام. عامل ايه. كله تمام تفتالي. اه بص حضرتك انا كنت عايزة اه 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 اساعد اه الحج ممدوح. يعني ايش يعني خذيت بقى وصلوني بيها او كده عشان. انا حاسة ان هي ازروفها زي زروفة شوي يعني انا اه مش فاغل في بيت زيها بس في سنة طبعا مش كبير زيها كده ربنا يزيها الصحة. اه. وفاكنا ايجار جزيل. فيعني عايزة سعيد هزبتني. خايفة من الايام ولا يا سعيد. اه. خايفة من الزمن صح? لا ان شاء الله كل ما هتعملي خير هتلاقي خير بإذن الله. ان شاء الله. شكرك جدا. بص الناس بتحس زي قلتلك انا بشتغل في بيوت زيها. وممكن تكون قلت لك تما فيه يوم مش هقدر اقوم من مكاني مين هيخدمني. اعمل خير يمكن يرجع لي. والله بتفكري صحة جدا. بتقول ايه? حاضر. اشرح لناس هنا فيه ضغط تليفونات فيه ضغط تليفونات يا جماعة. مش بنقفل في وش الناس السكة زي ما الرجل كلمنا وقال. اه. عايزة بس. عايزة بس اقول في الاخر ان اه. عايزين كلنا كلنا نؤمن بنفسنا. يعني اي حد عنده حلم عايز يحققه بجد يحققه. اي حد عنده فكرة بعيدة جدا 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 عن دماغه. والله تقدر توصل له. بس اؤمن انك تقدر تعملها. اعمل اي حاجة تقربك او توصلك اللي انت عايزه. اهم حاجة هي ان تبقى نيتك خالصة من انك بتعمل خير طول الوقت. هتعمل خير طول الوقت ربنا هيساعدك طول الوقت. وهيديك اللي انت عايزه طول الوقت. انا مرة تانية بنادي وبتبسل اليكو. ان احنا علينا مدجونية جبيرة جدا لمرضة القلب. ومش بس احنا علينا النهاردة وصلينها كترة بقت عشر مليون جنيه لان بارح ومطار القاهرة يشهد ان سافر تلت اولاد. وتلت اولاد دول كنت بين ان انا اقعدهم يموتوا وبين اني اصفرهم. في كام طفل مستنينة. في واحد وستين طفل مستنينة. واخدين رافض من جميع مستشفيات مصر. عايزين يسافروا برا مصر حالا بيلتقتوا نفسهم بالعافية بين الحياة والموت. كل ده انا بقوله لكو ربنا شاهد علاني بقوله لكو. كل واحد بيشوفني دلوقتي وصلته الرسالة. عايز تساعد انا بقولك عايزة جنيه. والله العظيم عايزة جنيه. والله عايزة جنيه. جنيه بجد. لان احنا كتير جدا. العشرة مليون دول صبايا بيشوفهم عشرة مليون. العشرة مليون اللي على صفحة صبايا الخير. اتبرعوا كل واحد بجنيه. عايزة ادفع المدينية بتاعت القلب عشان اقدر اصفر باقي ناس. مع الرسول الا البلاخ. وممدوح مبروك. جالك كل اللي انت عايزة والزيادة. وان شاء الله يبقى فيه مفاجآت كتير قوي الاسبوع الجاي. دلوقتي هنركب عربياتنا راحين نحل مشكلة كبيرة جدا زعناها الاسبوع ده. ان شاء الله بإذن الله تتحال. وان شاء الله اي حد يلجأ لنا في مشاكل نقدر نحلهي لك بأسرع وقت. ثقة بالنفس. اؤمن بنفسك. الدنيا بتقفش على حد ولا على حاجة. مش دايما لحد ما تفتريش ولا تحس انك قوي ولا فتح صدرك. من فضلك لو سمحت ما تتنزلش عن كرامتك. شوفك الاسبوع الجاي والاسبوع الاخير. اكيد مش سهل ان الاطفال دي تشوف نفسها كل يوم على الشاشة. نحس لنا ياه. وهي بتترجى الناس تسعيدها عشان ما كموتش. ويحس واجع دايما في قلبي. ويحس وكير. طرينا نعمل كده عشان نقولك بكل السجل ان في اي لحظة الاطفال دي هكون. بيبقى مخلوق وبحس انه. بحس انه. بحس انه. انا بترجاكوا. وبوجه نداء ليكوا كأم. مش كموزيعة. ونفس رباني مش في. انكوا تساعدوا الاطفال دي بأسرع وقت ممكن. لان احنا بنفقد طفل كل يوم. بتعزي بالكيش. بتعزي بالكيش. يا رب سمين. عمن تقوى الامانة. ومع الرسول الا البلاء. اشتركوا النار.